السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد اليوم عنا مجموعة جديدة من الجمل أخذتها من أسئلكم اللي سألتوني إياها على الدرس السابق انتقيت بعض الأسئلة رح أجاوب عليها بهالدرس وبتمنى أنه الفائدة طمعت جميع معنا اليوم كمان مجموعة حلوة كتير من الأسئلة اللي طرحتوها علي ونبلش مباشرة بالسؤال الأول من الأخ ليزر 1985 بتمنى أكون قرأة الاسم صح السؤال بيقول الله يتزيك الخير يا خي الله يسلمك بدي أسألك كيف أقول نيالك مثلا أو نيالك ما عندك هموم طبعا كلمة نيالك باللغة الألمانية بهالشكل غير موجودة في الثقافة اللغة الألمانية في روح اللغة الألمانية ولكن في معاني أو أشياء أخرى نستعملها باللغة الألمانية فممكن نقول هالجملة مثلا على الشكل التالي يعني أنت شخص محظوظ لأنه ما عندك هموم أنت شخص محظوظ لأنه ليست لديك هموم ومننتقل مباشرة للسؤال الثاني من درس اليوم السؤال الثاني من الأخ مالك الزريقات السؤال بيقول شكرا كتير استاذ السؤال الصغير كيف فيني يقول ليش عم تحكي بنفسية أو ليش أنت نفسية وشكرا سلفا طبعا هون مقصود بكلمة نفسية أنه شخص متكبر أو متعجرف أو شايف حاله باللغة الألمانية رح أعطيكم هلأ جملتين كيف ممكن تقولوا هالمعنى أو هالجملة الجملة الأولى هي يعني ليش أنت هيك متكبر شايف حالك متعجرف طبعا أين جبلت هون يعني متكبر هي تحديدا هي متكبر وممكن نستعمل اسلوب تاني كمان نقول هون بستو زو هوخ نيزي هوخ نيزي يعني رافع مناخيرك للسماء يعني النازة هي الانف وهوخ نيزي يعني أنه رافع انفك للسماء يا شخص متكبر أو متعجرف فصار عنا هلأ هيك اسلوبين ممكن نعبر عن هالمعنى باللغة الألمانية ومننتقل مباشرة للسؤال الثالث من درس اليوم السؤال الثالث من الأخ ويس خالد إن شاء الله أكون قرأت الاسم صح مثلا خير استاذ خالد مثلا نور وقالله يعطيك العافية اسلوب أكثر من رائع وعندي سؤال واحد كيف فيني يقول اللاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص وشكرا طبعا أنا السؤال هاد لفت نظري لسبب كتير مهم هو كلمة بشكل عام وخاصة هذا اسلوب ممكن نحن نستعمله حتى في اللغة العربية مثلا ممكن نقول طلاب المدارس وخاصة طلاب الابتدائي فهي هذا الاسلوب موجود أيضا باللغة الألمانية فمن نستعمل نحن نحن اسلوب ام عالجمان وشكرا فمن ممكن نقول نحن هالجملة اللاجئين بشكل عام والسوريين بشكل عام والسوريين هذا اسلوب ممكن نستعمله باللغة العلمانية اسلوب جميل ومهم كتير كمان لازم نعرف ونحفظه وبجي بهذا الشكل مالجمان بتجي هي هيك مكتوبة باللغة الألمانية تركيب مهم كتير ممكن نحفظه ونستعمله باللغة الألمانية بتمنى درس اليوم كمان يعود عليكم بالفائدة وتكونوا استمتعتوا بالدرس وتعلمتوا شغلات جديدة ومفيدة تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى